وقال وزير الخارجية سامح شكري أن مصر أصدرت بيانا مشتركا مع الولايات المتحدة وقطر باعتبارهم الدول الثلاث الرائية للمفعوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولفت شكري إلى أن الطرحة الحالية جدير بأن يتم قبوله وأن البيان الصادر يحفز طرفين بقبول هذه الخطة نحن قد أصدرنا بيان مشترك مع الولايات المتحدة وقطر وقطر باعتبار الدول الثلاثة رائية للمفعوضات الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات ومنع النزوح للشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية من خلال النزوح الطرح الحالي طرح جدير بأن يتم قبوله لما يؤدي إليه من وقف إطلاق النار ووقف الأضرار المستمرة والقتل المستمرة للشعب الفلسطيني في غزة وبه من العناصر التي تؤدي إلى أن يكون هذا الوقف إطلاق نار كامل وعودة الرهائن ودخول المساعدات بالكمية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني ونحفظ الطرفين إسرائيل وأحماس بخبول هذه الخطة ترجمة نانسي قنقر